عندي وراك فراخ مخلية وعندي كمان زيت واتنين معلقة كبار من عصير اللمون وعندي بشر اللمون ومالح وفلفل وبابريكا وبهرات فراخ وصوص اللمون محتاجة له ربع كوباية من عصير اللمون وكوباية مية وعندي زبدة واتنين معلقة دقيق وبشر اللمون وطوب مفروم ومالح وفلفل وكركم تمام؟ طريقة سهلة وبسيطة تعالوا كده ايه؟ يعني هنحط الحاجات بتاعت السوس على جنب عندي عصير اللمون ههو هحطه على جنب وعندي شوية بشر اللمون على جنب وبرضو التوم بتاع السوس هحطه برضو على جنب الحاجات اللي انا هحتاجها في السوس هحطها على جنب خلاص وهنبدأ نشتغل في الشيش تاوك قبل ما نشتغل في الشيش تاوك تعالوا نفلفل كده شوية رز كده على النار نبدأ كده بيهم عشان نسيبهم ميت فلفلو واحنا ايه نشتغل في وصفتنا اول حاجة كده حط شوية زبت حابين بقى تحطوا شوية زبدة معلقة سمنة على حسب ما انتم تحبوا براحيتكم خالص حطوا شوية كده بوهرات مجففة عندي عندي شوية ورق لورة ارفة حبهان اي حاجة من الحاجات الحلوة دي ممكن لو عندوكم لمون مجفف برضو هيبقى حلو قوي وهبدأ حط ايه الروز اللي عندي اهو بالشكل ده هبدأ كده ايه هقلب كده الرز اللي عندي الشكل ده يسخن كده حابين بقى تعملوه ابيض تمام حابين تعملوه شوية بالكركم او بودرة الزعفران او شوية كاري هيبقى برضو حلو قوي على حسب ما انتم تحبوا انا هحط فيه هملح كده على كل كوباية معلقة صغيرة من الملح اهو وهحط رشة فلفل اسود انتم عارفين بحب بحط رشة كده تدي طعم بس بس ما تتغيرش اللون اللي عندي اهو واقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض واحط عليه شوية كوركم كده هخليه لونه مسفر شوية تغيير عن اه كذا مرة عمناه ابيض فتغييره هاخد شوية من الكوركم دول وهبدأ ايه اقلب كده الرز عليه اهو ممكن تعملو بقى شوية بودرة الزعفران ممكن اه تعملو بالكوركم تحطوا شوية كاري مع الكوركم برضو بيدي طعم حلو قوي لو انتم حابين تديفو طعم الكاري معاه ممكن برضو تحطوا مكعب مرقة برضو معاه بيبقى حلو جدا لو انتم حابين او تسققوا يعني بشوية شربة كده بس يعني لو هتعملوه بشربة ما تبقاش كل المقدار شربة تمام اهو كده تمام اوي هبدأ بقى ايه احط الميا المغلية بتاعتها الميا المغلية احطها كده على الرز تمام زي الفل كده ادي له تقليبة بقى نقلب كل الكلام ده كده مع بعض ونسيبوا يتفلفل نسيبوا يتفلفل كده على جنب نحد ما نخلص الوصفه بتاعتنا تعالوا بقى ايه ندخل في الشيش تاووك هاقفل كده الحلة وتسيبوا يتفلفل وتعالوا بقى نعمل الشيش تاووك عندي الشيش تاووك هجيب الوراك بتاعتي ممكن تستخدمه صدور لو فيه ناس مش تحبوا وراك يعني انا عندي في البيت مثلا معظم البيت ما بيأكلوش قوي الوراك فبعملها بصدورة على حسب ما انتو حابين يعني بس هو طبعا الشيش تاووك متعارف عليه ان هو بيبقى بالوراك عشان يبقى فيه شوية دهون لو احنا هنشويه او الكلام ده كله لكن طالما احنا هنعمله بصوص استخدمه اللي انتو عايزين وراك او صدور زي ما انتو حابين عندي كده بصو اهو الوراك اللي عندي بالشكل ده متقطعه كده قطع كبيرة شوية هبدأ بقى ايه ابهارها هحط عليها شوية بابريكا لو بابريكا بقى كمان مدخنة بتدي طعم حلو جدا هحط شوية بهار فراغ اهو الشكل ده تمام وشوية ملح وشوية فلفل سود وهحط شوية كوركم الكوركم بيديني يعني لون الشيش تاووك دهبي كده وحلو فبرده من الحاجات اللي انا ايه هحطها علي. انا كده حطيت ايه حطيت بوهار فراغ حطيت فابريكا وحطيت شوية كوركم وحطيت ملح وفلفل سود خلاص هابدأ بقى ان ايه ابهر كل الكلام ده كده واحط عليه شوية عصير لمون اهو شوية عصير لمون على الشيش توك اهو بالبهارات بتاعته بكل الكلام ده كده انا بهارته بايه بهارته بشوية عصير لمون وحطيت عليه ملح وفلفل وفابريكا وبهارات فراغ وحطيت كمان عليه شوية كوركو تمام كده تعالوا بقى في الطاصة هكون مسخناها كويس قوي بعد كده حط فيها حوالي مكعبين تلاتة كده من الزبدة اهو تمام حط شوية زيت كده عشان الزبدة عندي ما تتحرقش اهو وابدأ انزل بقى بالشيش توك هحمره او يعني هشوحه في الزبدة دي انا زي ما قلت لكم حابين تسيخوه بنفس الطريقة دي تمام ما فيش مشكلة انا النهاردة هعمله كده في الطاصة عشان هعمل وصفة سريعة للناس اللي بتبقى حابة تعمل حاجات سريعة ما تاخدش منها وقت طبعا حابين تسيخوه وتحطه معاه خضار تمام انا النهاردة هعمله بطريقة مختلفة شوية هعمله اه زي ما هو كده وهحط معاه اه هعمله عصير لمون هعمله سوس لمون ولا ايه تعالوا بقى ايه وانا بشوح كده هديله شوية نكات اللي هي ايه هحط له شوية توم هحط له شوية بشر لمون بيدي بقى البشر اللمون مع الزبدة مع التوم بيدي يعني طعم مش قادر اقول لكم اعمل ازاي بصوا بقى شوية بشر اللمون ده اللي انا عصرة اللمونة واخدى البشر بتاعها مهمة قوي ان انا اخد الجزء اللي برا يعني اخد الجزء اللي هو الاصفر او الاخضر بلاش تدخله على الحتة البيضة دي عشان بتقمرها شوية فاخدوا بالكم برضو من الموضوع ده هحط شوية سن التوم كده عليها تمام وهبدأ بقى اعمل ايه اقلب في الشيش توك انا عايزا يتحمر عايزا يبقى متحمر كله عايزا ياخد تحميرة كويسة عشان لما اجي انزل بالصوص ما يبقاش كده ايه يبقى شوية تحمر خلاص من بره ما يبقاش كله كده طري اهو عشان كده مهم ان انتو برضو تسخنوا بصوا بصوا دول اخدوا لون ازاي هو ده اللي انا عايزا يقلب كده لحد ما كله ياخد اللون اللي انا عم احتاجه اهو تمام كده بالشكل ده خلاص هخليهم يتحمروا وطبعا الفراخ الفليه ما بتاخدش وقت خالص